الموعد الاقتصادي الصباحي من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم بداية ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات عشية الجمعة لكنها سجلت خسيرة أسبوعية مع المخاوف بشأن أفاق الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية سجلت العقود الآجرة لخام برانت القياسي تسليم شهر ماي ارتفاعا بـ 1.4% عند 82.87$ للبرميل عند تسوية لكنها انخفضت بـ 3.5% خلال هذا الأسبوع كما سعد سعر خام غرب تكساس الوسطى الأمريكي تسليم أفريل بنحو 1.3% ليسجل 76.68$ لبرميل لكنه سجل خسارة أسبوعية بـ 3.7% أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوذية الأوروبية أرسولا فوندرلاين عن تحقيق تقدم في نزع فتيل خلاف تجاري عبر الأطلسي بعد لقائهم الجمعة في البيت الأبيض وفي خطوة محدودة لكنها ملموسة أعلن بايدن وفوندرلاين بعد مباحثتهم في المكتب البيضوي أن المفاوذات ستبدأ حول منح منتجية المعادن الحيوية في الاتحاد الأوروبي حق الدخول إلى السوق الأمريكية بموجب خطة بايدن لتشجيع الصناعات الصديقة للبيئة وأشر البيان المشترك إلى أن بايدن وفوندرلاين أحرز تقدما في اتفاق لبدء محادثات بشأن إعفاء المنتجين الأوروبيين الذين يسعون لتصدير المعادن الهامة لبطاريات السيارة الكهربائية كما اتفق على تسهيل دخول المواد الخام الهامة التي يحصل عليها أو يعالجها الاتحاد الأوروبي إلى السوق الأمريكية قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت ييلن أن النظام المصرفي يظل قويا مشيرة إلى أن السلطات التنظيمية لديها أدوة فعالة لمعالجات التطورات الخاصة بالسيليكون فالي مونك وعداحت ييلن قادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومؤسسة تأمين على الودائع الفيدرالية ومكتب المراقبة المالية للعملة المناقشة التطورات الخاصة بالأزمة وكانت مؤسسة التأمين على الودائع قد أعلنت عن إغلاق أعمال البنك الذي يركز على شركات التكنولوجيا مع التعهد بتأمين ودائع العملاء يوم الاثنين المقبل كما سيتم إعادة فتح مكاتب البنك في نفس الوقت تحت سيطرة السلطات التنظيمية وأصبح سيليكون فالي فانك أكبر مقرد أمريكي ينهار منذ أزمة المالية العالمية في 2008 بعد محاولة فاشلة لزيادة رأس المال عقب تسجيل خسارة مالية كبيرة تجاوزت المليار وثمانمائة مليون دولار أمريكي ارتفع عدز الموازنة الفيدرالية الأمريكية بنحو 21% خلال الشهر الماضي مع هبوط الإرادات وارتفاع الإنفاق وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية بلغ عدز الموازنة الفيدرالية 262.4 مليار دولار في شهر فيفري مقابل 216.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي وسجلت الإرادات الحكومية 262.1 مليار دولار في الشهر الماضي بهبوط قدره 10% على أساس سنوي بينما زادت النفقات 4% عند 525 مليار دولار وفي أول خمسة أشهر من العام المالي الذي بدأ في أكتوبر الماضي بلغ عدز الموازنة الأمريكية 723 مليار دولار مقابل 476 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي أخر خبر في الموعد الاقتصادي الصباحي يمكنكم متابعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة